كثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بيعرضوا حياتهم الخاصة ويومياتهم أمام الجميع أما الأمر اللي بيثير الجدل هو لما الناس تعتبر بعض ما ينشر فاضح أو معيب هذا اللي حصل مع المؤثرة الكويتية فينيسيا فينيسيا بعد الترحيب فيكي بس حخطي لأنه اللي أنا شفته كل شيء ممكن أخذه وأعطي فيه إلا أنه يتصور طفل بيبكي بهذه الطريقة نتيجة أنك أنت تقول له والله جدتك اللي هي أمك الله يرحمها اتوفت يعني ليه ليه كل هذا عشان شهرة إيش الهدف أنا راح أتخطى أنه مشكورين استفتوني في كلمة اسمها عظم الله أجرك عظم الله أجرك الميت شيء وشيء يثير الجدل شيء ثاني طيب ما شك هذا يصول صح هذا يصول عندك هذا الإحساس وانتي تنقلي إنسى الإحساس قلت كمان الإحساسي أنا لحين يا برنامج نتكلم عن موضوع أني أنا أثرت جدل على قضية أنه صورت بيقى قلت بيقى إيش بشيفشي يمكن أن توقيا حلو لما تقول لي عظم الله أجرك بوافاة أمك طيب ما أنتي كنت متأثرة وزعلانة وتبكي لما كنت عم تنقلي هذا الخبر لولدك أنا ما شفتك إلا بتقول له أين شفتك الخبر؟ بالسناب أين؟ بالسناب بالسناب يعني إذا باتر أقول إن فجأة صار شيء ببيروت وانفجارات هلأ يا ترى أنا أسمع خبر من سناب تشاك أو من تلفزيون وطني محلي أخبار موثوقة بس أنت مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي فأنت عارف اللب تنشرية هناك أشياء أثرت فيه بواقع التواصل الاجتماعي فأنت عارف اللب تعرضي هيؤخذ كده هذا المقطع هيؤخذ المقطع اللي أنت نشرته أنا معلت نشوف والله فينيسيا إيش كان وضعها كيف كانت تتكلم ولدها والله إذا اليوم أنا صار لي خمس سنوات بالسوشيال ميديا وانتشر هذا المقطع وبس مو بس هالمقطع يعني في كده مقطع اللي صار فيه انتشار عظيم جزء منه والوكالات للأخبار كان جرائد مرئية سمعية صوتية اعتمدوا أخبار يايا من منبر اسمه سنابتشات انستجرام جيد لك فورهم منيسيا منيسيا الله يرحم ممتك لكننا سألنا السؤال الله يخليك ليه صورتي الفيديو من الأساس؟ أنا سنابتشات يبدأ من ساعة 5 الفير للساعة 1 الفير يعني أصور من الساعة 5 للساعة 1 الفير هل تصور شيء مثل هذه قبل تصور أنا أصور بلاعة ونظفها أه أنا أصور عام النظافة أكلها خبز لكن هذه ممكن تأثر على نفسية طفلك يعني ريان ممكن يتعب وبينه تعلقه جدا بجدته وليه؟ هناك شيء صد ما صد معي أنا أنا غير تاهر سيارة أنا أضع زيت بالموحدة كالسيارة أنت تقرني هذا الشيء أنت كبيرة وذي شيء إنها محبوظة محبوظة غير وفاة أمك لا 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 لماذا صورت الفيديو؟ على أي أساس الجمهور أو حضراتكم تحاكموني حياتنا كل مستباحة أي إنسان يطلع على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حياته مكشوفة صحة أو لا؟ أه أنا أصلي خمس سنوات إلى عام صورت وليدي أو إلى عام صورت وليدي عندما توفر لماذا الأطفال؟ لماذا تقرني الأطفال؟ لماذا؟ لما يقومون دعايات تحرمني منها أطفال لحظة لحظة لما يقومون دعايات حفاظات ودعايات حليب لا يوجد أطفال؟ فهذا الطفل الذي أصبح عمره أستشف في دعاية ردت فعل الطفل على خبر أنت تستغلي المشاعر أهم أعرق مشاعره أنا أستغل المشاعر الطفل؟ طبعاً كل شيء في ميديا كل شيء أنا وقت سيارتي أنا أشيل الزبالة أنا أساعد الناس أنا أساعد فقراء أنا أساعد فقراء دعاً عادي لكن أنت تستفيد من الفيديو لا، هناك شيء ثاني ولدي من شهر اثنين لا، شهر اثنين لا، شهر اثنين أعطيتهم هم بيتشا ونهار فنيسيا، فقط أنا مصدومة من مقارناتك تقارني أنك تخبري ابنك أن أمك توفت بإعلان لحظة رضاً لا، دعنا أخلص لك حق الرد بإعلان حفاظات هذا إعلان، تمثيل هذا مو تمثيل وهذه والدتك قبل ما تكون جدته تقارني أنك تغسلي وانت بكرامة بالوعة بأنك تخبري ولدك عن وفاة أمك ووفاة أخوك ما في مقارنة هذا الشيء أنا ما عاج جاوبي على حتى لو تصوري كل شيء حتى لو تصوري كل شيء هذا شيء غريق لما أعطي شيء يبكي من الفرح وليس يبكي من الحزن والقهار لا يفرق هذا الشيء فطري الله سبحانه وتعالى خلق فينا مشاعر الحزن ومشاعر الفرح يعني أنت ما عندك حدود أنا عمري ما كان عندي حدود أنا عمري ما كان عندي حدود بأي وسيلة إذا تابعوني أنا ما عندي حدود يا ستي نتابعك والجمهوري تابعك وحماية الطفل حماية الطفل تابعك وهم عندهم رأي مخالف حسنا ما كان رأيهم؟ أنت اللي خبرنا أسر معك لماذا تدخل لحظة لحبنا نعرف منك راويني شيء تدخل في حماية الطفل يعني أنت تكذب به الخبر لا راويني بعد انتشار هذا الفيديو أي أخبار فيهم؟ أعطيني جهة رسمية أقول لك حماية الطفل هل أنت مذكرة من حماية الطفل مكتوب فيها ترى خذوا أمريان حتى التحقيق؟ يعني أنت تنفي يعني أنت تنفي عندي هذا الشيء؟ لا أنا أرد عليك بسؤال لا هل أنت تنفي؟ لا أنا أموت علمي أنا بحياتي لدى الشيء جامعة ولا عندي ثانوية عامة ودخلت مدارس وأنا أعلمت نفسي صراحة طيب ممتازة إنساني عصامية لديك كل الإحترام والتقدير في قلبك أنا دائما أقول لما بخطلت علينا موضوعين أقول فيها دائما استفتي قلبك طيب لما أنت تصوري ولدك طيب وأنت تنقليله خبر وفاة والدك الله يرحمها وشفتين هار ما حسيتي إنه هذا شيء مو طبي خاصة حزيدك من الشعر بيت كثير إذا عملتي جوجل طيب إذا عملتها جوجل عادي طيب طيب إنه تعريض الأطفال للشهرة في أعمار صغيرة يؤثر على نموهم ونطجهم من نفسي لذلك لا ينصح ولا يفضل في إنك أنت تسرقي طفولة الطفل وتحطيه تحت الشهرة والأضواء جوجل جاي من أي مصدر جوجل تحط الصالح والطالح الصالح والطالح أنا جاي ألحيب أقول لك هذا الصالح من دراسات درسية لدي يوم مرض بالقلب أقدر أدش صيدلية أشتري الدواء أقول لك جوجل قال لي هذا الدواء زين حق القلب أحياناً في كثير ناس يطبعوا وبينقشوا دكتور صراحة أنا جاي ألحيب أقول لك أنا واحدة أروح عند دكتور قلب وأقول لك عندي أنا مشكلة بالقلبي صراحة طيب يونيسيا لم أحسنتي أن هذا الشيء غلط أنا أرجع على جوجل كمرجعية أحتاج أنا شيء من جوجل أثقف نفسي شيء يونيسيا ما هي حدودك تثقفي فيها بنشر طفل الولد مصاببت عليك الولد مصاببت عليك الولد مين ماذا أبني أنا؟ بس خلاص دميني أنا حيك قادة مرتاحة أجاوب ليش أصاب عليك لا مصاببت عليك من العملتي فيه لا أحسنتي أن أنت سلبت منه طفولته فعلا طفولت مين؟ طفولت مين؟ طفولت أبني؟ أنا أقول لأحد خبر مثل هذا وأصوره لما يكبر ممكن أن يكرهك فيه يعني كويس فأخلي أنا ابني بقى يطلع بإعلان شامبو وإعلان هيحبك عشان شهرتي ويجعلتي في إعلان شامبو لكي تقول له مامتك أو جدتك توفت وبيعايت كده هيكرهك مني بفو يزعل؟ أنا أو الولدي؟ ما أنت زعلان باب تصوريه؟ ما هذا زعلك؟ أنت مشاعرك إيه؟ سأعود إلى عشان وإظهاء أنا لست عشان أنا آخر ستصني الاقتصاد وتقول لك لا مأمتك اتتغيرا أنا أكرني لديك عجلة أحمد حتي تقلح بحاجة أنا وابني وأجتدين لكن لم ترغب مالية لم ترغب مالية؟ لم ترغب مالية ترغب مالية لا أنا أسألك لا لا لن ترغب مالية أمي ماتت. هل تعرفتها؟ نعم. هل تعرفت معها؟ نعم. هل تعرفت أحساسي بجاهة؟ إذا كنت تكمل الحوار بهذه الطريقة؟ لا. وقف التصوير الذي سمحته. هذا كله لم يكن من الإعداد. لم يكن لديه سؤال من الأسئلة التي تزولي بهذه الطريقة. أنت غير عني. أنت بيضة؟ أنا سودة. أنت قصيرة؟ أنا طويلة. أنت حلوة؟ أنا بشعة. أنت لديك مشاعر؟ أنا لديك مشاعر. الله سبحانه وتعالى خلق الناس أجل الناس وألوان. أنت غير عني. لا تقولي أمك ستقبلي بقى عائية ميتة. ستكون راضي عنك؟ أي راضي عني؟ لا المسألة ليس راضي عنك. لا. نعم. نعم. نعم.